بسم الله الرحمن الرحيم ملف مهم جدا وهو ملف الصروة الحيوانية رحلة العمل داخل هذا القطاع أو قطاع الصروة الحيوانية رحلة بيقابلها عدد من التحديات لو جينا نتكلم عن طبيقة مصر وإمكانياتها من خلال الموارد الطبيعية هلاقي إن إحنا عندنا في مصر موارد تعتبر هي محدودة لإن إحنا لا نمتلك مراعي طبيعية بإن إنت أنا بتكلم على الماشية الأحجام الكبيرة إحنا بطبيعتنا ما عندناش مراعي طبيعية وده بيستلزم إن إحنا نبتدي نشوف إيه هي الحلول الحلول اللي هي بتبقى التربية داخل الحقول أو عند الفلاح زي ما إحنا متعودين نشوف التربية المغلقة اللي هي من خلال المزارع الكبيرة اللي تقدر توفر عنابر فيها وسائل الإعاشة للماشية زي المسائي وزي طولات الأعلاف أماكن تكون فيها مساحات تكفي لراحة الحيوان وحركته ابتدينا نشوف إن مصر فيها دخول كبير من شركات الكبرى لإنتاج الألبان ودي قدت إلى نوع من الطفرة في الإنتاجية أيضا طبيعة مصر إن إنت بتتكلم على الأعلاف ودايما بيقابلها عدة معوقات إذا جينا نتكلم عن الأعلاف المصنعة إنت بيقابلك استيراد كل متخلات الإنتاج من الخارج خصوصا لأعلاف الدواجن لأنه بيدخل فيها محصول الدورة بشكل أساسي أو بمكون أساسي ده بيؤدي إلى ارتفاع سعرها ودايما بنقول أصل الارتفاع العالمي أو الأسعار العالمية فالمربي يبتدي يتكلم على غلاء الأعلاف إذا كان للدواجن أو للماشية في الحقيقة هذا القطاع مر بطفارات كثيرة في الأعوام الماضية مر بمراحل كنا بنحلم إن إحنا نشوفها إذا كنت بتكلم على ماشية أو على دواجن أو على صروة سمكية التلات قطاعات دول حصل فيهم نهضة حقيقية لو ابتديت بالصروة السمكية هنشوف المشاريع اللي عم نقل تتربانناها الدولة وعلى رأسها مشروع بركة غليون لو جينا نتكلم عن الدواجن إحنا عندنا كينات كبرى بتعمل في هذا القطاع بتقدر تطبق التكنولوجيا الحديثة من عنابر بيها كل عوامل الأمان الحقيوي التخزية السليمة برامج إظلام تؤدي إلى معدل تحويل جيد داخل العنابر تقليل النافق من الدواجن وأيضا عندنا مجازر طاقتها الاستعابية ضخمة ولكن للأسف هي بتشتغل يوم في الأسبوع أو يومين بالكتير المهم إن إحنا في هذا التوقيت ابتدنا نشوف إن في أحداث مرتبطة بالصروة الحيوانية بتدينا بريقة أمل بنقول إن القادم أحسن وأكيد إحنا في هذا الموسم أو في العيد الأضحى الماضي لاحظنا كسرة المعروض وانخفاض الأسعار على الرغم إن المربي كان بيشتكي بيقول الأسعار نزلت وأنا مشتري بالغالي بس ده ليه أسباب كتيرة إن إنت يبقى عندك كسرة في المعروض وانخفاض الأسعار أولا عند إحياء مشروع قرد البتلو تم الاستفادة الكاملة للمربي وكان دايما بقول للمربي أنت عندك قرد البتلو روحة لشان تاخد القرد عشان تشتغل أنت بتقول إن أسعار الأعلاف غالية أنا هأكل الماشية ولا هأكل ولادي النهاردة الدولة بتدي لك فرصة مهمة جدا علشان تشتغل تقول لك إلح في ناس بتقول طب أنا قدمت وما صرفتش أقول له لأن الأعداد اللي تقدمت لمشروع قرد البتلو أضعاف أضعاف اللي الميزانية تستحمله لقرد البتلو وبالتالي فيه دور وفيه جدول ماشيين بيه وفيه ناس بتسدد وفيه ناس جديدة بتستفيد قرد البتلو نجح وبالتالي أنقذ العجول البتلو من سكنة الجزار فبقى عندي زيادة في المعروض في نفس الوقت وإحنا بنتكلم عن طبيعة العمل داخل القطاع الحيواني أو قطاع السر الحيواني مزارع كتيرة وعنابر وحزائر كانت موجودة ولكنها غير مسجلة أو مرخصة وبتنتج وبتشتغل وبتوفر لنا خير وفي نفس الوقت بتصدر مشاكل لهذا القطاع ليه؟ لأن الغير مرخص بينقصه عدد من العوامل علشان ينجح على رأسها الأمان الحيوي وبالتالي النفق عنده كثير وبالتالي تصديره للأمراض لهذا القطاع بيبقى أيضا مرضود وسيء وزارة الزراعة قامت بخطوة مهمة جدا وهي حصر لجميع المزارع والعنابر على مستوى الجمهورية ومنح ترخيص تشغيل بعد تطبيق بعض المعايير اللي بيوصي بها قطاع السرور الحيواني علشان تعرف تشتغل وعشان تكسب لازم توفر أمان حيوي لازم يكون عندك فرشة معينة مصدر لمياه الشرب مناسب بعض التفاصيل الفنية البسيطة اللي هي تؤدي إلى الاستقرار وهيكسب وهيقدر أنه كمان يقلل من النفق على فكرة النفق وخصوصا في قطاع السرور الدجينة اللي بيدفع حقه هو المستهلك لأن المربي بيحسب التكلفة على الدورة الإجمالية دي كلها عوامل بتقابل السرور الحيواني من أهم الملفات وإحنا لما بتدينا نتحدث عنه اكتشفنا أن احنا عندنا كنوز كنوز خضراء ملف الأعلاف الخضراء ودورها في تنمية السرور الحيواني ابتدنا نتكلم عن عدد من الأصناف وعن أصناف فيها تشابه كبير حتى الفلاح وهو بيشتري التقاوي ممكن يختلط عليه الأمر اكتشفنا أن احنا عندنا أماكن لبيع التقاوي المعتمدة التابعة لوزارة الزراع وعلى رأسها معهد بحوص المحاصيل الحقلية قسم الأعلاف بتتواصل مع المزارع لأقصى الحدود نقدر أن احنا نوصله في أي قرية في أي أن كانت محافظته علشان يبقى معاته أو معتمد علشان يقدر يشتغل اكتشفت كمان أن أنا عندي تركيب علافية بزراعتها مع بعض نقدر أن احنا نوفر عليقة متازنة تقدر تديني معدل التحويل المناسب في زمن مناسب أو إضرار الألبان بكمية أكتر ده من خلال الأعلاف الخضراء الجميل في هذا الملف تفاعل حضراتكم وأنا بشكر كل المزارعين لأن لما بتدينا حلقة بعد حلقة ونقاش إلى نقاش آخر ابتدينا نسمع من حضراتكم استفسارات جديدة ونقاط هامة جدا ابتدينا نبني عليها مواضية ابتديت أشوف الناس بتكلمني حتى عن معاملات ما بعد الحصاد وفي ناس كانت معاملات الحصاد نفسها بتؤدي لضعف الإنتاجي وتقلل عدد الحشات النهاردة إن شاء الله في برنامج السارة الحيوانية هستكمل معكم هذه الرحلة الخضراء هنشوف إزاي نقدر نستفيد أكتر من البرسيم البلدي أو المصري إزاي نقدر ننصي المزارع في هذا التوقيت ببعض التوصيات الهامة اللي المفروض أنه هو يخلي باله وهو بيشتغل المفروض أنه هو ينتبه علشان دي اللي هتحدد نجاحه في نهاية الموسم هيقدر يقول أنا كسبت إيه وعملت إيه كان لها الشرف إن معايا نمازج من المربيين معايا على الهواء هنا في الاستوديو وفجئت إن الناس دي بتزرع علشان تأكل الماشية وفي نفس الوقت بيبيع أعلاف بعد ما كان عندهم مشكلة في توفير الأعلاف للماشية بتاعته إحنا نقدر نتحدى كل العوامل اللي اتكلمت عنها في البداية إذا ما كانش عندنا مراعي طبيعية لا إحنا نقدر نزود الانتاج من أراضينا الخزمة إذا ما كانش عندنا سلالات تديني انتاجية مرتفعة بالنسبة للألبان أنا من خلال التغذية وبرامج التغذية أقدر أرفع انتاجيتها ده بالإضافة إلى برامج التحسين الوراصي بالإضافة إلى دخول سلالات جديدة إلى مصر عن طريق وزارة الزراعة القادم بالنسبة للصرع الحيوانية إن شاء الله أفضل مرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من بردامج الصرع الحيوانية ترجمة نانسي قنقر